بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله يسعد أوقاتكم برسالة اليوم حبيت أعطيكم هاي المعلومة الخفيفة من دكتور محمد أوز عن شرب الماء المعلومة قرأت بي جريدة أكشام أكشام يعني ألمساء دكتور محمد أوز أو محمد جنكيز أوز هو طبيب من أصول تركية تخرج من جامعة هارفارد ويقود حاليا مع هذا القلب والأوعية الدموية في مستشفى نيويورك بأمريكا لو بحثنا بالإنترنت طبعا رح يلاقي معلومات وفيرة عن الدكتور لأنه معلومات قيمة ومفيدة بنفس الوقت طبعا اسمه بالتركي بيحكوه محمد أوز طبعا يوصي ويقترح بتناول خبز الحبوب الكاملة في وجبة الفطور وشرب ماء بارد كوب من الماء البارد بعد وجبة الإفطار بالإضافة إلى اتباع خمس خطوات للنظام الغذائي في نظامكم الغذائي لإنقاس الوزن رح نجيكم فيها بالترتيب الآن الخمس خطوات التي يوصي فيها الدكتور محمد أوز هي نفسها الخطوات اللي باتباعها مريض السكري يعني سبحان الله دليل إنه مريض السكري النظام اللي باتبعه هو نظام جيد وصحي الآن كما يظهر أمامنا الخمس خطوات لاتباعها في روتين إنقاس الوزن الساعة ستة ونص طبعا الاستيقاظ مراقبة الوزن الساعة ستة وخمس وثلاثين عمل اكسرسايز يعني تمرين مثلا رياضة بعدين الساعة سبعة ونص هل هو الإفطار إنه يكون خبز الحبوب الكاملة بالإضافة إلى بيض الخطوة الرابعة اللي هي عندنا بعد الإفطار يكون في عندنا كوب ماء بارد شرد ماء بارد كوب من الماء البارد الخطوة الخامسة اللي هي ساعة 12 ونص يكون وجبة الغداء بحيث إنه ما يكون تشوك توك يعني هي تشوك توك اللي هي الملء المعدة يعني المعدة ما تكون مليانة يعني الواحد يتغدى بس مو كتير فهاي سبحان الله الخطوات الخامسة زي ما حكيت لكم نفس الخطوات اللي طبعا أنا هلأ هيك حولت لكم الصفحة للعربي بتبين الخطوات أمامكم وبتقرؤوها براحتكم مثل ما حكيت هو نظام متبع عند مرضى السكري وأصلا ديننا الحنيف يعني دائما يوصينا بالوسطية فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس حتى المعدة إنها ترتاح فدائما خير الأمور الوسط أصلا يعني الحمد لله إنه ديننا الإسلامي سبحان الله يوصي بالاعتدال وبالوسطية ويوصي بالنظام في حياتنا في جميع حياتنا ليسا في اتباع النظام الغذائي ولكن في جميع حياتنا معلومة قرأتها لقيتها حلوة ومفيدة وخفيفة حبيت إني أشارككم فيها إن شاء الله بتستفيدوا منها يعطيكم العافية